اوعى في يوم من الأيام تحكم على إنسان حتى لو كان بينكر وجود الله وتقول ده يروح النار اوعى هو لمولاه اللي يحكم عليه خالقه بلاش إنك تكفر حد وتعلن إيمان حد بلاش لأنك يوم ما بتكفر واحد يعني معناها بتقول الإنسان ده هيهلك أنت حطت نفسك مكان الله ربنا انتدبك تبقى قاضي بدالك أنت ما انتاش اسمك الديان لكن الديان واحد هو الله حتى في الأمور الخارجية بلاش تقوله أنت من الدرجة الأولى قدام وانت من الدرجة التانية وانت من الدرجة التالتة لا حب الكل ما تحكمش على حد خل حكم الله عن ناس من أنت يا من تدين عبد غيرك مين أنت عشان تدينه طوبى لمن شغلوا عيبه عن عيوب الناس يبقى إذن هنا أنت بترتبون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة إيه يا أفكار الشريرة اللي هي الحكم على الغير في ناس كتيرة تيجي تسأل سؤال فلان ده كذا 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 هيروح فين؟ هيروح السماء ولا هيروح النار؟ ها أنت حطيت نفسك ما كان الله الكنيسة علمتنا أن في الكنيسة الشعب كله سواسية أيوة ناس درجات لكن السيد زي الخدام في الكنيسة اللي اتنين واحد يعني حتى لو في طبور التناول جي الخدام قبل السيدو اللي بيشتغل عنده يبقى يتناول لأن ما فيش تفريق التفريق ده بره لكن مش هنا عشان كده تصورون قضاة أفكار شريرة اسمعوا يا إخوة الأحباء أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان يعني لما المسيح تجسد وعايز يختار 12 تلميذ أنا لو كنت أنا من المسيح أطلع على الهيكل وروح كلية اللهود بتحت الهيكل ونأئ من الأسدزة المحترمين غمالة إيل ونقدموس ناس درس الكتاب ونفس حفظاه واختارهم دول تلميذي لا ده راح على بحر طبرية واختار شوية صيادين ما يعرفوش منهم من شمالهم لا عمرهم خدموا ولا عمرهم عملوا حاجة هما دول اختار جهال العالم اختار فقراء العالم اختار المزدرة ما دي طريقة ربنا ليه يا رب بتختار كده علشان يرجع المجدلية احنا ما إلا أواني خزافية ضعيفة اشتركوا في القناة